التي ألمت بشعبنا وهجرته إلى الشتات يعيشون مفاعلها في كل مندرجات حياتهما ويواجهونها بالصبر والصمودة وبالتمسك بحق العودة إلى الديارة هذه العناوين حضرت في الفعالية التي نظمتها حركة فتح في مخيم البص في سور جنوب لبنان وحملت عنوان لقاء حوار مع السنديانات وعظماء من جيل النكبة وتحدث المسنون عن مراحل النكبة واللجوء وأحي تضحيات شعبنا على مر ست وسبعين سنة من اللجوء مسلمين أمانة التمسك بالبلاد والعودة إليها إلى الأشياء المتعاقبة لتواصل المسيرة يتواصل العدوان الإسرائيلي الصهيوني الهمجي على أهلنا في قطاع غزة والدفة الخربية ومحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا إلا استمرار لهذه النكبة الممتدة منذ عام 1948 نبقى في سور إنما في مخيم برج الشمالي وفي سياق فعاليات الذكرى السادسة والسبعين للنكبة كرمت المؤسسات الحركية في المنطقة منتسبي وحدة الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ومنتسبي أفواج الإطفاء الفلسطينية في منطقة سورة تقديرا لجهودهم ودورهم الإنساني في مخيمات اللشوء ودرئهم المخاطر عن أبناء شعبنا كما الأشقاء في لبنان في الشمال وإحياء لذكرى النكبة نظم المكتب الطلابي لحركة فتح معرضا لإجداريات وتراثيات فلسطينية وعرضا لفيلم وثائقي عن النكبة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفعالية أكد المشاركون فيها التمسك بالإرث والهوية الفلسطينية واجها من وجوه النضال والكفاحة في وجه مساعي الاحتلال واستهدافه الرواية الفلسطينية لقد كانت هذه النكبة نتيجة لسياسة الإبادة الثقافية والإقصاء القصري التي فرضتها القوات الإسرائيلية ومستوطنيها ولكن على الرغم من هذه المحنة الكبيرة فإن شعبنا الفلسطيني استطاع البقاء قويا وصامدا متجذرا بأرضه كشجر الدين والزيتون يواصل النضال من أجل حقوقه الأساسية والوطنية وإلى بيروت حيث أطلقت الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني إصدارا يتناول خمسين عاما من محطات في تاريخ ثورتنا وعالمنا العربية شكلت من عطفات أساسية في مسيرته مذكرات علمتني التفاني والذوبان من أجل فلسطين والمبادئ الثورية وأن التغيير ليس قفزات أو رشقة حجر بل مصارا تاريخيا طويلا المذكرات ليست دنوا للموت ولا زكريات الماضي والوداع بل سيرورة مستمرة وصلت الإصدار الضوء على مراحل النضال الحقوقي عارضا تجربة ينطلق منها للتأكيد على أهمية التشبث بالأمل وتطوير العمل وابتكار أسليب جديدة بإرادة فلاذية هذه الفعاليات تجدد التأكيد على حضور فلسطين في كافة مندرجات يوميات اللجوء وعلى تشبث شعبنا بالعودة إليها مهما طال الزمن وغلط التضحيات زين عبدالسامة تلفزيون فلسطين بيروت